بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم عمين ايه النهاردة ان شاء الله هندخل شابتر جديد وهو chemistry of limit تمام بعتزل بس ان الفيديو نزل متاخر بس حقيقة غزبا عني اولا كده لازم نعرف ان الشابتر ده اخف وازرف من شابتر الكاربوهايدريت يعني شابتر الكاربوهايدريت مليان structure كتير اوي مليان معلومات كتير اوي وكمان لما احنا هندخل على الليبي ده هيكون عندنا خبرة من الكاربوهايدريت تمام وعشان كده انا بقول دايما ان بايو كيميستري عشان تجيب تقدير حلو في بايو كيميستري تمام نازم ان كده نذاكر المادة على الصين هي سلسلة ماشي يعني احنا مثلا اول حاجة ذكرنا شابتر الانزايم ماشي فدخلنا شابتر الكاربوهايدريت لقينا بقى اي راكشن مكتوب عليه بقينا نقدر نحنا نخترع اسم الانزايم اللي موجود في الراكشن لان احنا واخدين اصلا شابتر الانزايم اخدنا مثلا البيو انرجيتك لقينا في الدوت وعرفنا ان زي بنطلع الطاقة و�ي ناد يعني ايه فيا بالتالي ادنا نعرف ازاي برضو نحسب الطاقة بالناد والفاد وبالتالي نطلع الانرجية اح fought ازاي نقدر نحسب وبالتالي اللبد هيطلع في برضو هينرجى في الحاجات ديت فهتكون اخف لان انا فهمتها في شابتر الكاربوهايدريت تمام فايه فهو بايك مستر كده هي سلسلة فاحنا نحاول لقد بقى نقدر احنا احنا بنذاكر نذاكر بسلسلة يعني باش نذاكر بطريقة عشوائية تمام وان شاء الله لما تخلص شابتر الليبت تمام سواء انا ساعدتكم في الشابتر كله او سواء لا الشابتر الليبت لما تخلصوه باذن الله هعمل لكم تجميع لشابتر الليبت وشابتر الكربوهيدريت ليه بقى لان بيجي سؤال في الفاينال ماشي يقول لك مثلا ايه مركب كده المركب ده بيكون عبارة عن الليبت وعبارة عن كربوهيدريت ويقول لك احسب للطاقة تمام فانت لازم تكون مجمع الشابترين ايه في بعض كده يقول لك مثلا حول المادة دي للمادة دي تمام فبالتالي احنا نخلص شابتر الليبت كويس جدا نذاكره نرجعه وبعد كده نذاكر التجميعه خلاص اكبر شابترين عندكم في المنهج يكون خلاص تمام نبدأ كده بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اول حاجة عندي في الشابتر او الكيميستر الليبت هو اول حاجة حاجة عبيطة جدا هي الديفينيشن بتاعتي تمام الديفينيشن فيها كلمتين عبط جدا الكلمة الاولى هي عبارة انه هو سيليبل والكلمة التانية عبارة انه هو انسيليبل طيب يعني ايه بقى سيليبل وانسيليبل ديت والله انا عندي الدهون بتدوب في ايه وما بتدوبش في ايه الزيت الزيت لا يدوب في الماء تمام كده طيب والزيت يدوب في ايه يدوب في حاجة بنسميها الفات سولفن مشتقات الفات تمام طب ايه هي زي ايه الفات سولفن والله هي عندي زي البنزين انت لو جبت بنزين وحطيت فيه زيت هتلاقيه بيدوب يبقى ده الديفينيشن الديفينيشن نهبا صح طيب نيكل تاني حاجة عندي وهي ايه هي البيو كيميكال البيو كيميكال امبورتنت بتاعة الفات طيب البيو كيميكال امبورتنت بتاعة الفات احنا قسمناها لحاجتين ايه اهمية الفات يعني والله بالنسبة للضيت والله بالنسبة للبادي فانا عندي الضيت هم ثلاث كلمات الكلمة الاولى ان انا عندي الليبت دوة مصدر للطاقة هو الليبت مصدر للطاقة او وكمال الليبت هو بيديني الفاتي اسد اصل هي هنجي كده دلوقتي هنشرح وهنلاقي ان احنا عبارة عندنا الليبت عبارة عن حاجتين عبارة انه هو فاتي اسد وعبارة انه هو جلسرول وبالتالي هو بيديني prefاتي اسد طب ايه الفاتي اسد ده طب ايه اهميته طب ايه فيتامينز. فيتامينز او. لكن مش كله انواع الفيتامينز. ده فيتامينز اسمها ايه? اسمها ايدك. على كلمة ايدك. يعني ايه? فيتامين اي? فيتامين دي? فيتامين اي? فيتامين كي? فدول بنسميهم الفات سولوبل فيتامينز. تمام كده? بنبقى لو واحد عنده نقص في الفات يبقىوه عن نقص في فيتامينز. تمام? لو واحد عنده نستندج برضو لو واحد عنده مرض مشكلة في الانزيم اللي بيخلي الفات يمتص يبقى بتالي عنده نقصي في الفيتامينز دي برضو. وبالتالي برضو نستندج ان ان احنا عندنا بما ان الفات ماشي عبارة ان هو تمام? وبالتالي ما بيقدرش يمشي في الدم. يعني لما بيجي ينزج في في الجو اي دي ويمتص من الانتستن تمام ما بيمشيش في الدم لان الدم مية لما تاخده في الفنستيولوج هتلاقوا ان معظم اصلا تركيب الدم عبارة انه مية ايه ده يعني الدم طلع مية اه الدم طلع مية تمام كده وبالتالي بيبقى فيه كده عربيات هتاخدوها في سنة تانية ان شاء الله اسمها ال L D L بقى وال V D L والحاجات دي كلها دي عربيات بتشيل الفات لما يحصل نقصة في العربيات ديت ها هيحصل نقصة في الفات لان الفات مش عرف يمشي في المية وبالتالي هيحصل ايه نقص في الفيتامينز وبالتالي هلاقي موجودة بسبب نقص الفيتامينز ديت صحي كده تمام يبقى كل كلمة دوت كدكتور يعني هو اقام تحال انت بتكتب كده كلماته خلاص لكن انت كدكتور انت كل كلمة بتستنتج منها معلومة تمام كده طيب تاني حاجة عندي هي ايه هي البادي البادي هنقول عليها هنقول عليها اتنين اس ماشي بروفايد واتنين ان سيليتر طيب ايه الاتنين اس عندي ان بتعمل ستوت لمين للانرجي اصلا هقول لك على حاجة هتلاقي عندك في شابتر الميتابوليزم يعني في الجزء بتاع الميتابوليزم ان الكربوهايدريت بيتحول لليبت طيب تعالى كده في جسمك لما شخص يقعد يأكل حلويات كتير ويأكل كربوهايدريت كتير كربوهايدريت كتير كربوهايدريت دي بتتخزن عن طريق ايه؟ عن طريق الفات تمام؟ على اساس ان هي في الفيسيولوجي في شابتر الميتابوليزم هتلاقوا ان ايه؟ فيه تمارين معينة بتخلي الشخص يكسر الكربوهايدريت في الجسم وفيه تمارين معينة يخلي الشخص ايه؟ يستهلك الانرجي يعني للمسلس وكده الفات او الليبت يعني تمام؟ نبقى هي فعلا طيب تاني حاجة هي بتعمل ايه؟ بتعمل ماشي الانترنال ارجان يبل ايه؟ بالأرجان اللي عندك في الجسم ديت هي طيب الكلام ده كله احبال طيب بالنسبة البروفايت مالش بس خطي يعني موسع قوي ماشي بروفايت لأيه؟ بص يا سيدي بتعمل لي مادة اسمها سبعة ديهايدرو كوليستيرول سبعة ديهايدرو تمام؟ كوليستيرول هتلاقي عندك كده هما كانوا بيلغوها يعني كل السنة معرفش هتاخدوها لا لا ان في شابتر في جزء الميتابوليزم ان كدت عندك الليبد عن طريق خطوات كتير بتوصل للمادة اسمها سبعة ديهايدرو كوليستيرول تمام كده؟ المادة بتاعت سبعة ديهايدرو كوليستيرول دي بتيجي تحت الجلد خلاص؟ بيتعرض لأشعة الشمس بتتحول لإيه؟ بتتحول لفيتامين دي معايا كده؟ يبقى فيتامين دي الإنسان هو اللي بيصنعه بيصنعه إزاي؟ بيصنعه عن طريق الليبد اللي بيتحول لسبعة ديهايدرو كوليستيرول بيديني فيتامين دي طب إيه الخطوات بتاعتي؟ والله عندكم في جزء الميتابوليزم أخدتوها مشرحها مفيش أي مشكلة تمام؟ تمام وكمان أشعة شمس مش أي أشعة شمس بيبقى فيه أشعة شمس كده معينة مش يعني مش بتاعت الدهر مش الشمس الحرة دي تمام؟ طيب إنسليتول لي إيه بقى؟ والله يلحكتين والله أول حاجة هي الهيت عشان كده يقول لك الشخص التخين مش بيسقع بسهولة لأنه هو بيبقى متدفي بالدهون بتاعته وكمان اللي مين؟ للإلكتريكال بتاعتي اللي هي مين؟ اللي هي الأعصاب يعني الإشارات بتاعت الأعصاب بتنتقل فيها كويس اللي هي الميلونيتة نيرف خلاص؟ يبقى إحنا نحفظ إيه هي البيو كيميكال امبورتانت؟ أنا عندي حاجتين عندي الديت وعندي البادي يبقى أنت تقسمها في مخك كده الديت تلت كلمات فيتامينس فيتامينس إيه كلمة إيدك لو مش موجودة في كتابكو حلول أنك تكتبها تمام؟ طب إيه هو البادي؟ والله عندي ثلاث حاجات عندي اثنين اس عندي اثنين انسلتور وفي النص مين؟ بروفايت يبقى أنا كده إن شاء الله مش هنسى أي آيتم طيب نيجي بالتاني حاجة وهي عبارة الكلاسيفيكيشن بتاعة الليبت بصوا يا جماعة يا طب تنطب أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أمشي زي الكتاب بتاعكو بس إنتوا فيه حاجات كتير ماشي اتشالت من كتابكو كنوع من قوات تخفيف بقى وتجاودة وبتاعه ماشي؟ بس الحاجات دي كتت مهمة كبتيجي في الايه في السنين قبل كده تمام؟ فأنا مش هقولها كلها هقول أهمهم في الفيديو طب ليه عشان سببين؟ سبب الأول إن فيه دكاترة والله آه بيشيلوها من الكتاب باش أي مشكلة بس تيجي بقى المحاضرة بتاعتها تحضر لها تلاقيها حطاها في البرزنتيشن بتاعها وتقول لك إيه أنا ميش دعوهم آه متشار من الكتاب لكن أنا قلتها في المحاضرة هو تمام؟ وبيحصل والحد سنة ستة بيحصل كده الدكتور بيشيل في الدرس بتاعه الجزء ويحطه في الايه في المحاضرة كنوع من أنواع كمان يميز اللي بيحضر وما بيحتارش خلاص؟ والسبب تاني أنا بقوله في الفيديو إنه لو حد تاني مثلا إيه من كلية تانية سمع الفيديو يعني إيه والجزء ده موجود في كتابه فيستفيد منه يعني ومعلومة يعني اللي عايز يسمح يسمحها اللي مش عايز إيه يجري الفيديو كده ولا كإني قدت أي حاجة وإن شاء الله حاجات بسيطة جدا يعني طيب تعني كامل كلامنا الكلاسيفيكيشن بتاعت الليبت إيه هي إحنا عندنا ثلاث حاجات سيمبل كومبليكس ترايبت والأي من العنوان كده أنت تقدر تقلّف في المتاحات سيمبل يعني إيه يعني بكل بساطة هي عبارة هي لبت يعني يعني نفوهش حاجة دخيلة كده أو جزء تاني طيب كومبليكس يعني إيه يعني فيها بردو حد كده إيه حشري ودخل مع الليبت ويتكون مركب طيب يعني إيه كلمة درايفت درايفت معناها إنه هو مادة استخرجناها من الليبت يعني هي مادة طلعت من الليبت وغش تطلع من مكان تنغر الليبت حلو الكلام طيب إيه بقى هو السيمبل أنا عندي إيه حاجتين يقيم إنه هو يكون نيوترل يقيم إنه هو يكون الواكس شمع خلاص كده طيب والكومبليكس أنا عندي ممكن يكون الشخص الحشري ده اللي مسك في الليبت أبارة إنه هو فوسفات وبالتالي بتسميها فوسفوليبت أنا بقول كل كلمة عشان لو واحد مش فاهم تمام طيب أو ممكن يكون كربوهيدريت فساعتها بنسميها جلايكوليبت حلو الكلام أو ممكن إنه هو يكون بروتين فساعتها بنسميها ليبو بروتين الكلام سهل جدا وهب الخاص حلو الكلام طيب طب درايفت إيه المادة الممكن تكون مشتقة من الليبت وطلعتلي والله أول حاجة هنتكلم عليها هي الفاتي أسد حلو الكلام هو الليبت مش هبقى عن فاتي أسد لا هنعرف دلوقتي النيوترال بتاع الليبت يعني الشكل الطبيعي بتاع الليبت مكوناته إيه خلاص وممكن يكون هنقول هنشرح كل كلمة دلوقتي كيتوم بادل إيه كيتوم بادل دي هنقولها دلوقتي طيب ممكن يكون استيرول استيرول إيه السيرول ده السيرول ده هو الكوليستيرول تمام أو ممكن يكون استيرويد السيرويد ده السيرويد ده هو الهورمون الهورمون تمام؟ في هرمون سكيا زي الأدرينا الكورتكس هرمون خلاص كيا تمام؟ طيب تعالوا بقى كده نفهم كل واحدة يعني ايه؟ اول حاجة نيوترال او الشكل السمبل بتاعت الليبت عبارة عن ايه؟ ماشي؟ بص يا سيدي نيوترال ديت احنا بنسميها تراي أصايل جليسيرول تراي أصايل جليسيرول يعني ايه؟ تعالوا نجيب ورقة تانية كده بص يا سيدي يعني ايه كلمة تراي أصايل جليسيرول؟ يعني تلاتة دهون تمام؟ تلاتة فاتي أسد ووحدة جليسيرول طيب التلاتة فاتي أسد بنكتبها بالشكل ده لازم تكون فيها COOH دا وقت لازم يكون موجود في الفاتي أسد ور يعني ايه كلمة ر؟ ر يعني structure بقى تمام؟ والر ديت هي عبارة ان هو CH بس على حسب بقى هو انت عندك كام كربونا تمام؟ طيب وكام هيدروجين طب بينهم single point ولا بيكون ايه؟ double point تمام كده؟ طيب يبقى دي واحد ايه دي اتنين خلاص ايه دي تلاتة ايه؟ وكده معي واحدة واحدة وهجيوك على كل اسئلة اللي فراسكو يعني تمام؟ وبيكون معاه structure اللي هو الجليسرول طب ايه هو بقى شكل الجليسرول ده؟ الجليسرول فيه اتنين برايماري الكحول ايه دي واحد برايماري الكحول واحد ساكندري الكحول ايه دي الساكندري وقادي البرائماري التاني يبقى الجليسرول اللي استركشار بتاعته احفظوا معاياه اتنين برايماري الكحول واحد ساكندري الكحول يعني تلاتة ايه؟ تلاتة كده تمام؟ حلو قوي الكلام وقادي التلاتة فاتي أسد المركب ده يطلع لي ايه يطلع لي ايه نيوترال نيوترال ليبت خلاص ده فاتي أسد ده تلاتة فاتي أسد وده جيليسرول خلاص بسيطة هي احنا كنا بنتكلم على ايه كنت بنتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعت مين بتاعت الليبت أخدنا السلم اللي هو نيوترال بنسميه ترعيصال جيليسرول وده درس طويل عريض هنقوله في آخر الفيديو أو هقوله في فيديو تاني هنشوف دلوقتي الوقت لما يكفي تمام طيب النيوترال ده هو اللي احنا بنستخدمه في البيت اللي ممكن يكون ليه شكله ممكن يكون زيت لكود وممكن يكون سمنة اللي هو السولد صحي كده تمام طيب ايه هو بقى الواكس والله الواكس ده عبارة انه هو اللي هو الشمع بس الواكس دوت مش هيكون فات وجيليسرول لأ المراضي هيبقى فاتي أسد تمام ومعاه ايه معاه الكحول ومعاه ايه معاه الكحول خلاص كده تمام طيب ومن هنا ايجي بقى سؤال مهم قوي ماشي ايه هو الفرق بين او مقارنة بين النيوترال والواكس تمام كده هو سهل ماشي فعشان كده هو مش معكم في الكتاب بس سهل وممكن نيجي يعني على حسب لو تقطقته في المحاضرة فخلينا نقوله طيب النيوترال اللي هو الدهون العادية اللي عندنا في البيت ده تمام والواكس اللي هي الشمع وبالتالي انا اقدر لنه اخترع المقارنة يعني اول حاجة الستراكتور رح نسنا متفقين النيوترال هي فيها تلاتة فاتي اسد وبالنسبة الواكس هي فيها وان فاتي اسد النيوترال معها جليسرول لكن الواكس معها الكحول صحي كده النيوترال ممكن يكون صولد ممكن يكون ليكود وطبعا ليكود بانواعه يعني مش بس الزيت النبات اللي عندنا لأ ده ممكن يكون زيت بقى الكتان وزيت القطن وزيت الزتون وزيت البتنجان ده السوية والحاجات الغريبة دي صحي كده اما بالنسبة للواكس هو صولد خلاص طيب اه عندي بقى حاجة ان هو كان بيه داجستت في الجسم يعني انت لو اخدت الزيت اه في انزيمات موجودة في جسمك تقدر ان هي تعمله داجستت لكن لو انت اكلت الشمع مش هيحصل له داجستت كان نوت داجستت ان ايه ان آآ باضي يعني خلاص يبقى ده مقارنة بين النيوترالالكس هي مقارنة تفها جدا تمام طيب الكومبليكس احنا اتفعنا كلمة كومبليكس معناه ان هو حاجتي لزقين في بعضه خلاص تعرفنا ايه طيب درابت احنا فاتي اسد ده هنتكلم عليه دلوقتي وايه هي انواعه ان شاء الله عندي بقى كيتون باضيس كيتون باضيس ديت اكيد عندكم في الميتابوليزم اناسة مشوفتش كتابكو بس هي اكيد عندكم كيتون باضيس ديت هي اه حاجة بتتعمل يعني عن طريق الليبت ديت اللي بتكون مشهورة كمان في الايه في المرضى السكر صح بيقيلها جات له غيبوبة الايه كيتون باضيس ديت صح طيب وديت ايه بقى ان كنت عندك ان لما بيتكسر الفات في الجسم عشان ناخد منه الانرجي ناخد منه الطاقة فبيطلع لي كيتون باضيس ديت الليستيرول زي مين زي الكولستيرول لكن ستيرويد زي مين زي الهرمون ولو عندكم في شابتر متبرزنا نشرح ان شاء الله بعد كده يعني بالتفصيل تعالوا بقى نتكلم على الفاتي اسد ديت احنا ليه قولوا ان هي درايفت علشان السمبل عبارة عن فاتي اسد وجليسترول فلو اخذنا الفاتي اسد هيبقى درايفت تعالوا نشوف هو ايه وايه هي انواعه هنتكلم بقى دلوقتي على الفاتي اسد احنا انتفقنا ان الفاتي اسد شكله عامل ازاي شكله كده R, C, O, O, H يعني C, O, H خلاص فهمناها عشان هي أسد تمام أما بالنسبة لل R وهي عبارة هو C, H تمام يعني فيها بقى إيه كم كربونا وفيها كم هيدر في والله فاتي أسد فيه أربع كربونات لا فيه فاتي أسد تاني فيه تماني فيه ستاشر فيه عشر فيه عشرين خلاص كده فاشكيح من السمية R الله أعلم بقى هي إيه تمام هنفهم دلوقتي أولا وممكن نكون فيها ماذاش double bond أصلا ممكن نكون فيها double bond تمام وبالتالي قibly إحنا هنقسم الفاتي أسد على حسب على حسب تول اللي تشين على حسب فيها double bond ولا لأ وعلى حسب ايه nutritional value طيب تول اللي تشين على حسب عدد الكربونات والله فيه short وفيها long تمام أما بالنسبة لل double bond وديد فيها أصلا double bond ولا لأ يبقى هنقسمها تاني number of double point ممكن يكون تمام كده ممكن يكون مفهوش double point وممكن يكون فيه double point خلاص لو فيه double point بنسميها ايه بنسميها unsaturated تمام لو مفهاش بسميها saturated وده يت الدهون بقى اللي بنسميها ايه الدهون المشبع والدهون الغير مشبع خلاص طيب فيها double point اه فيها double point طب فين بقى البوستيشن بتاعت double point خلاص ومن هنا بقى هنفهم البوستيشن بتاعت ايه double point اللي هي عن طريق الاوميجا دي وهنفهم دلوقتي طيب ممكن نقسمها لحسب essential value essential و non essential يعني ايه كلمة essential essential يبقى ايه يبقى انا مهم اكله في الاكل مهم الفاتي اسد ده يكون موجود في اكلي essential طيب ليه لانه ما بيتصنعش في الجسم فانت لو ما كلتوش هيبقى عندك ايه يبقى جسمك مفتقده non essential مش مهم تاكله في الجسم مش مهم تاكله في الاكل ليه عشان هو بيتصنع في جسم وبالتالي فيه اصلا فاتي اسد مش موجود اصلا في الاكل وبالتالي انت خلاص جسمك بيصنعه وبيصرف نفسه طيب تعالوا نبدأ باول حاجة داية هنبدأ في اللي في النقص عشان لو فهمنا دي نقدر نفهم دي دي عبيطة دي according to double bond هناخد اول حاجة هي saturated و unsaturated بص يا سيدي بقى كده وصلي على النبي بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على اول حاجة هي ايه هي saturated كلمة saturated فهمناها يعني ايه يعني ما فيهاش double point خلاص طيب قبل ما نبدأ كده ونشوف ايه هي الانواع وازاي بنكتب ال structure عشان ما نعطش نحفظ وخلاص لانا انما كنت في سنة اولى كده ما كنتش فهم بصراح كنت عمار بحفظ وخلاص هتولئت الموضوع عصب يتفهم اللي فهم يعني يبقى الحمد لله من اول مر طيب خلينا كده متفقين اول حاجة ان انا الفاتي لازم يكون فيه COOH دي قعدة مفيش حاجة اسمها فاتي اسد مفيش COOH تمام كده طيب بعد كده القعدة التانية ان انا عندي CH عشان كده احنا نسميناها R يبقى الله اعلم هي ايه ده دابل بوند ولا لا ولا بتنجاه خلاص خلينا متفقين بس اتفاقة ان الكربونة لما تكون في النص بتاخد كم هايدروجين بتاخد اتنين يعني هي لو ايه الكربونة هي اربعة صح اربعة روابط واحد واثنين واده هايدروجين فوق واده هايدروجين تحت ولما الكربونة بتكون في الاخر بيبقى فيها تلاتة هايدروجين صح عشان برضو تعمل ايه المعدة تبقى فيها اربعة صحي كده عشان بس ايه نكون فاهمين قبل ما نبدأ خلاص طيب انسوا بقى المعلومة دي يعني انسوا الهوان ده ونبدأ بقى نقول اول حاجة انا عندي ايه في الساتوريتد عندي حاجة بسميها البيوتريك اسد انت هتحفظ الاس وهتحفظ هي كم كربونة لكن بتتكتب ازاي ديت هنقدر ان شاء الله نعرفها او هي كم كربونة اللي بيوتريك اسد ديت هي اربع كربونات لما اجي اقولك اكتب لي الستراكتر بتاعها تمام هغششك حاجة كده بص يا سيدي في معادلة كده عشان تصبت معاك ان الكربونة معاها كم هايدروجين بده ما تقعد وتطلقه ما تنتكيه كده فلما تحام تبقى متوتر اصلا الخلقة تمام بص يا سيدي في حاجة اسمها ايه بقى المعادلة COOH تمام والCH السي معها N فالH معاه 2N زائد 1 يعني اذا كانت البيوتريك اسد فيها اربع كربونات يبقى ادي كربونة هو بنعد COOH كربونة معاه ادي واحد يبقى هنحط هنا الN ايه 3 بنبقى من الاربعة 3 فالN هنا اتنين في تلاتة زائد واحد فبقت كم بقت سبعة طب تعالوا نعملها اهو يا سيدي اول حاجة في الستراكتشر ما بننساش COOH وبعد كده تعمل لي الH خلاص طيب انا حافظ نهاية فيها اربع كربونات ادي كربونة ادي كده واحد صحي كده يتبقى لي كم كربونة يتبقى لي تلاتة صح يتبقى ادي تلاتة والH عشان ما تقعدش بقى تقول ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وتقعد تكتب بقى في المتحل لا اضرب اتنين في تلاتة زائد واحد يبقى سبعة خلاص يبقى القانون ده هيوفر عليك وهيخليك ايه تتأكد من اجابتك ورق عندك بقى وققت في المتحل وققت بقى ايه وزع الH وخلاص اه انت حفز احفظها مغامة هافا طيب تاني حاجة عندي هي ايه بسميها بالمناسبة بيوتريك اسد ديت هي جاية من البوتر اللي هي الزبدة فاش كده سنابيوتريك اسد تمام دي الزبدة طيب عندي البالماتيك بالماتيك اسد هي كم كربونا حضرتك البالماتيك اسد هي 16 كربونا خلاص كده تمام طيب بص يا سيدي هنعملها ازاي انا لو عملتها كده وقلت ان انا عندي 16 كربونا وقدي واحد يبقى هنا فيها 15 تمام كده وبعد كده الH اضرب 2 في 15 30 30 زائد واحد يبقى 31 منطقي يعني يبقى فيه مركب بالمنظر ده منظر معافن صح؟ وبالتالي احنا مش بنكتبها بالشكل ده لما بنكتبها ازاي بنكتبها ازاي بص يا سيدي حضرتك هتعمل ايه حطيلي COOH حطيلي CH وينهيلي بCH 3 دي النهاية اللي احنا قلنا عليها وحط بقى هنا سيقدش احنا كده خففنا الرقم طب بتحطها ازاي تحطيلي هنا 2 عشان الكربونا معاها 2 هيدروجين وبعد كده بقى اضرب هتفهم دلوقتي براحة بس واحد اتنين اتبقى كام كربونا 14 صح؟ فقادي 14 مش فاهم هفاهمك احنا اللي عملناها بالشكل ده وانت لو جيت فكتها هتلاقي عندك COOH وبعد كده CH2 مش كل كربونا بتاخد 2 هجن صح؟ وبعدين CH2 وبعدين CH2 وبعدين CH2 لحد 14 مرة وفي الاخر بتنهي بCH3 14 مرة بتكررها فبدل ما نقعد نكتب كل ده احنا اختصرناها وحطناها بالمنظر ده تمام؟ طيب ناخد مثال تاني تتفهم اكتر تعالوا ناخد مثال تاني وهو ايه؟ نستيرك أست ماشي؟ كم كربونا للستيرك أسد؟ 18 كربونا خلاص معي؟ طيب ايه القانون اللي انا بقى مش عليه؟ COOH القانون ده ويتكتبش في الامتحان ده بنا وبن بعض كده خلاص هنا N وهنا 2N زائد واحد ده قانون كده بيننا وبن بعض قوعد سويق قوعد اكتبه في الامتحان للمساعدة مش اكتر طيب الستيرك أسد 18 كربونا خلاص؟ اكتب الستيركشور بتاعك كده COOH ماشي؟ COOH السي اخدت كربونا يبقى كام؟ يبقى 17 اهو اله 2 في N مين الهيل مع الكربونا يبقى 2 في 17 بيتساوي 34 زائد واحد 35 بيتكتب كده في الامتحان غلط اما هتكتب ازاي؟ هنخليها شكلها اجمل COOH ارزعلي كده من غير تفكير بص اعمللي كده من غير تفكير ده البس بتاعك وبعدين نفكر خلاص؟ ديت مفيهاش تغيير وديت مفيهاش تغيير ديت اللي هنحطها كذا رقم لقنيها بتتكرر واحنا لو سبناها كده يبقى ده 3 كربونا بس احنا عايزين 18 كربونا تمام كده؟ طب يلا بقى نحسب ادي كربونا و ادي كربونا يبقى كده 2 شلها من 18 يساوي كام؟ يساوي 16 يبقى من غير تفكير بقى لو انت خلاص بقيت متمرس بقى وفاهم لا تكتب لي القانون ولا تكتب دي دي لو للتأكيد مش اكتر خلاص واكتب دي على طول هو 18 كربونا ادي واحد زي 16 17 18 زي الفل طب ناخد مثال تاني لحد ما تتفاهم كويس عندي الاركيدك اسد طب يلا بقى نعمله مغير قانون مغير اي حاجة الاركيدك اسد ده كم كربونا؟ دوت 20 كربونا 20 ايه؟ 20 كربونا طيب من غير تفكير شفت اكتب استراكشا بتاع فاتي اسد اعمل لي كده؟ من غير تفكير وبعد كده نفكر ها؟ نفكركم تاني ليه السي هنا في الاخر معها 3 هيدروجين؟ وشان هي في الاخر لان الكربونا بتاخد اربع روابط وهنا بتاخد اربع روابط وهنا في واحدة هيقوا واحد اتنين اتنين هيدروجين حلو الكلام؟ طيب لزقتلي الكلام ده؟ تعال بقى نفكر هو عايز 20 كربونا ادي واحد ادي اتنين يتبقى كام؟ يتبقى 18 ادي الـ 18 ومتغطش بقى تحفظ انت بس تحفظ ان هي 20 كربونا ده هتقدر تكتبه خلاص؟ يبقى ستيريك اسد 18 كربونا على طول وبعد كده نفكر بتشيل الكربونا الاولى تشيل الكربونا التانية يبقى بقى كام؟ يتبقى من 18 كام 16 ها؟ الاراكيديك اسد 20 كربونا يبقى تكتب لي على طول سي او اتش سي اتش تو سي اتش ثري طب ما كده تلت كربونات بس ديت وديت ما بتكتبش عليهم ارقام يبقى نشيل واحد نشيل اتنين يبقى كام من العشرين يبقى 18 يبقى دي 18 خلاص؟ دوت كل ده كان ايه؟ كل ده كان الساتيويتد اللي ما كانش فيه دابل بونت لكن الفكرة بقى ان لو كانت ممكن تكون واحدة وممكن تكون وحدة وممكن تكون كتير آه وبالتالي لو وحدة بنسميها منو unsaturated وممكن تكون أكتر من وحدة فساعتها بسميها ببولي unsaturated خلاص؟ طيب تعالوا ناخد المونو unsaturated طيب تعالوا بقى ناخد المونو unsaturated خلاص كده؟ طيب عندي هنا بقى هاخد معلومتين أول حاجة في الفاتي أسد هي الأوليك أسد كم كربونا يقولك أسد أنا 18 كربونا الله ده احنا كنا لسه قيلين إن أنا عندي هو كمان 18 كربونا لا معلش أنا فيها دابل بون مونو يعني وحدة طيب دابل بونت فين قالك بين الكربونا التسعة وبين الكربونا العشر بأنت هنا يحتاج تحفظ حاجتين مش حاجة واحدة هي كم كربونا والدابل بونت بين كام وكام خلاص متفقين متفقين طب تعالوا بقى نشوف تكتبين زي كده وسموا الله بسم الله أول حاجة احنا بنكتب COOH زي ما احنا متفقين صحي كده؟ وكنا بنعمل CH2 علشان بنكررها كذا مرة على حسب العدد وبعد كده بننهي بإيه بCH3 صح؟ بس المرة دي احنا لازم نوضح ان فيه دابل بونت بين الكربونا التسعة وبين الكربونا العشرة فانا ما ينفعش ان انا اضرب كده تتير زي ما كنا بنعمل لازم نوضح كده يعني ايه؟ بنضرب هنا؟ لا 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 معلش وقفني كده سويني اوضح ان فيه دابل بونت بين التسعة وبين العشرة وبعد كده بقى اكمل وقوللي CH3 متفقين؟ متفقين يبقى احنا هناخد فاصل هنقول ان الـ CH اللي هي الكربونة التسعة والكربونة العشرة فيها دبل بود وبعد كده كمل بقى تاني نقول الـ CH2 الرقم اللي انا فصلتك عنده وانهي بـ CH3 يعني بنراحة كده اذا كانت دية الكربونة الاولى واذا كانت دية الكربونة التسعة واذا كانت دية الكربونة العشرة خلاص طيب هنا بقى كم سيـ CH2 تعالوا نعد بين الـ 1 والـ 9 قد ايه 1 يبقى 2 3 4 5 6 7 8 7 كربونة يبقى من كام من 2 لحد كام لحد 8 7 كربونة وبعد كده التسعة 10 دية دية الكربونة الكام دي الأخيرة يبقى دية 18 بين العشرة والـ 18 قد ايه 7 صح؟ 11 لحد 17 قد ايه 7 في مشكلة كده معيه؟ طيب يبقى انت لما تيجي تكتب الـ structure بتاعت المونو unsaturated بتاعمل نفس الاستنبة COH CH2 وانهيب CH3 بس احنا بناخد كده بس فاصل في النص نوضح ان فيه دابة بونت من كربونتين وكمل العد بتاعك طيب اللي مفهمش ان شاء الله يفهم في المثال التاني موضحه اكتر اللي هو اسمه ايه اسمه البال الله مش هنا اخدناه لا التاني كان اسمه بالميتك دي اسمه بالميتوليك تمام؟ 16 كربونة فيها دابل بونت بين كم وكم؟ اه الدابل بونت بين تسعة وعشرة طيب يلا بسم الله بسم الله كده كل حكا تبقى تمام COOH CH2 لأ معلش فيه فاصل دابل بونت وبعدين نكمل يلا CH2 وانهي كلامك بالCH3 الكربونة الاولى الكربونة التسعة من واحد لحد تسعة قد ايه؟ سبعة يبقى واحد سبعة تمانية تسعة عشرة خلاص؟ ودية كان دي الستاشر بين العشرة والستاشر قد ايه؟ اربعة وانت لو محطتش اربعة عادية هقول ايه؟ هقول واحد تمانية تسعة عشرة احداشر اتنشر وهو مش اتنشر كربونة فاحنا بنكرر فاهم؟ يبقى بكل بساطة الفرق بين المونو وانساتيوريتد وبين الساتيوريتد اللي احنا كنا بنكتبه حاجة واحدة بس ان كتا بتيجي في النص كده وتفصل وتقول سوري لازم اوضح ان بين الكربونة التسعة وبين الكربونة العشرة فيها دابل بونت طيب تعالوا انا اخد بولي انساتيوريتد فيه اكتر من دابل بونت بنكتبها ازاي؟ يعني بتفهد احنا اذا كنا احنا فيها واحدة دابل بونت اخدنا استراحة كده واحدة وقلنا هنوضح لو فيها اكتر هنوضح في كده واحدة مش حوار يعني طب يلا نشوف انساتيوريتد فيها اكتر من دابل بونت صحي كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم اول مثال عندي هو ايه؟ هو اللينو لينوليك اسد كم كربونة يا لينوليك اسد؟ انا لينوليك او 18 كربونة فيها كم دابل بونت؟ فيها اتنين دابل بونت بين التسعة والعشرة وبين الاثناشر والتلاتاشر خلاص متفقين؟ يبقى احنا ايه؟ هنفصل كده مرتين موضوع تافه موضوع فعلا تافه اول حاجة سي او او اتش سي اتش تو لأ سواني تعالوا اخد فاصل ونقول ان احنا عندنا دابل بونت في الكربونة التسعة والعشر وانا نكمل سي اتش تو لأ لأ معلش احنا هناخد فاصل وعندي دابل بونت بين الكربونة الاثناشر والتلاتاشر بص في الامتحان لازم تكتبهم كلهم سطر واحد انا هكتب تحت عشان بس ده فيديو خلاص بس ده غلط في الامتحان اكتبهم كلهم في سطر واحد مش في سطرين غلط تمام؟ ماش نكمل بينا الدابل بونت نكمل ها سي اتش تو وبعد كده في دابل بونت تاني لا يبقى اقفل بقى السلسلة بتاعتك طيب بسم الله كده ونشوف ادي الكربونة الاولى ديت مجهولة معرفش اول دابل بونت كان بين التسعة والعشرة يبقى اذا كانت دي الكربونة الاولى ودي الكربونة التسعة يبقى دي كام كربونة في النص ها سبعة ياخد احنا حافظناها طيب ماشي دي التسعة ودي العشرة وده فاصل في النص مش عارفة كام كربونة وبعد كده عملنا دابل بونت اتناشر بين العشرة والاتناشر كام كربونة واحدة يبقى شلي بقى قوس ما فيش رقم هيتدر فيه اتناشر تلتاشر اذا كنا احنا هننهي بطمنتاشر يبقى بين التلتاشر والتمنتاشر كم كربونة اربع صحي كده يبقى تعالى بقى نتأكد انت كم يا لينولك اسد انا تمنتاشر كربون ادي واحد سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر تلتاشر زائد اربعة سبعتاشر تمنتاشر يبقى احنا كده عملنا العدد صح انت الدبل بونت بين كم وكام بين التسعة والعشر وبين الاثناشر تلتاشر واحد وسبعة تمانية تسعة عشر فعلا عملت الدبل بونت بين تسعة وعشر احداشر اتناشر تلتاشر فعلا عملت الدبل بونت بين الاثناشر تلتاشر اربعة عشر خمستاشر وناهيت في الاخر حلو الكلام؟ تمام تلتاشر سوري بواربعة يبقى سبعتاشر تمنتاشر حلو الكلام تمام يبقى انت في الامتحان لما دي جديكت في الفاينال الدكتوري يحسبك على كل حاجة اولا انت كاتب شكل كده باول الشكل العام كده صح او صح تمام تاني حاجة انت عمل عدد الكربونات صح او عمله صح يبقى دي كده كمان درجة طب انت كده بالدابل بونت ما كانوا صح او صح يبقى كده تمام ده غير بقى لو انت حافز اصلا اسم الاسد اسمه ايه الفاتي اسد عدد الكربونات غلط انت كده باستخشل كله بتاعك غلط ماشي فعش كده احفظ لي الاسم وباقي كله ان شاء الله هنقدر نعمله طب تعال انا اخد مثال تاني عشان برضو اللي ما ايه مقدرش يستوعبها خلاص عندي اذا كد اسمه لينولك التاني اسمه لينولينك في ان خبالك بقى ان الحاجات دي جميلة بقى في الامس كيو نهار بيضي حبوا هم بقى ان الحاجات دي في الامس كيو يقول لك اكيد الطالب اللي بيذكر في للة الامتحان مش هيقدر يفرق بين الان والايه لخبطه في الامتحان فمعنش ايه نركز تمام نجيب لون تاني اللينولك كام كام كاربونا هو كمان 18 كاربونا تمام بس فيه تلاتة دابل بوند بين التسعة والعشرة حلو وبين الاثناشر والتلاتاشر تمام والتلاتة هي بين كام وكام بين الخمستاشر والستاشر برضو الموضوع تافه ما انا خلاص ما فهمت الفكرة اول حاجة حطيلي سي او او اتش يلا سي اتش تو واقفل حطيلي يلا كان ده فاصل كده استراحة اول دابل بوند كانت بين التسعة والعشرة يلا حطيلي الفاصل التاني سي اتش تو تاني دابل بوند كان بين الاتناشر والتلاتاشر وفوت كامل في الامتحان كده بس انا ايه مبارقة كبيرة عندي وانا ده فيديو مش امتحان بدرجات هنكتب تحت وصلنا الاتناشر تلاتاشر يلا حطيلي فاصل ها وبعد كده خمستاشر لستاشر دي ست معلش حطي مش حلو سي اتش دابل بوند سي اتش ها سي اتش تو فاصل يا بفهم كده دابل فاصل دابل فاصل وين هي كلامي بسي اتش سريع معايا كده انت كده ضمنت اول نص اول يعني نص الدرجة ابدأ عد بقى الكربونا الاولى الكربونا التاسعة بينهم قد ايه ده انت اخي لو مش فاهم هتتحفظ سبعة تسعة عشرة بين العشرة والاتناشر كامل واحد شلي قوس مش كده بعملها بالرصاص عشان ايه الرصاص تقدر تمسح وتنبسط كده اتناشر تلاتاشر ها بين التلاتاشر اول دابل بوند كان خمستاشر كام ياخي هي كمان واحدة اه دين واحدة و ماشي كده الكلام طيق خمستاشر اه ستاشر دي خمسة ماشي يبقى خمستاشر ستاشر بين الستاشر والتمنتاشر كام كربونا بردو واحدة يبقى الحمدل لو حطاناش خص من الاول يبقى دا شكل مين اللي انوال نكست يبقى مهما كان بقى عايز اللي اخبطك في الامتحان مهما كان فتحت التكست بوك و عايز تحفظ فاتي اسد اكتر اي حاجة عرفت عدد الكربونات عرفت الدابل بوند الموجود فين بالزبط ايه اللي ستركتشور تافه تمام طيب ناخد ايه عندي بقى ايه عندي بقى اكبر واحد عندوكو في الكتاب هو الارا كيدونيك اسد مش ارا كيدك ارا كيدك دي كاتساتيوريت ده طيب الارا كيدونيك اسد ديت عشرين كربونات فيها اربعة دابل بوند اول واحدة بين التسل التسعة والعشر تاني واحدة بين لا 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 اسف 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 اول واحدة بين الخمسة والستة دي جديدة بقى عليا سمام جديدة علينا يعني تاني واحدة بين التمنة والتسعة تالت واحدة بين اللي احداشر والاتناشر والاخيرة بين الاربعتاشر والخمستاشر بين الخمسة والستة التمنة والتسعة احداشر والتناشر بعد شخص تماما طب يلا نكتبها كده مع بعض هو يبدو عليكم كده ان هو ايه حاجة كبيرة كده وعظيمة بس الاخرى هتلاقي كتابتها سهلة سي او او اتش البداية وحطيلي باقي الفواصل وكمل ماشي كده طيب سي اتش تو اول دابل بونت حطيلي فواصل سي اتش تو تاني دابل بونت تمام حطيلي فواصل سي اتش تو دي واحد اتنين تالت دابل بونت حطيلي فواصل سي اتش تو اخر دابل بونت سي اتش تو اخر فواصل انهيلي الكلام بداعك واحد اتنين تلاتة اربعة نبدأ بقى نرقم نبدأ نرقم دي الكاربونة الاولى دي الكاربونة الخمسة بين واحد وخمسة كم كاربونة تلاتة يبقى واحد تلاتة اربعة خمسة بص يعمل ببطء خالص بص انا لحد دتي سبط لخبت طيب ببطء والتركيز هيتكتب كويس يبقى واحد ادي كاربونة الخمسة والكاربونة السادة خلصنا من اول دابل بونت اذا كانت دي الكاربونة السادة واول دابل بونت كان تمانية يبقى بينهم كام؟ بينهم واحد يبقى ما فيش هنا حاجة مش نكتب حاجة يبقى دي الدابل بونت التاني التمنى والتسعة اذا كانت دي تسعة واول دابل بونت كان 11 بينهم كام كاربونة؟ واحدة يبقى قرضو مش نكتب حاجة اذا كانت دي الكاربونة تلاتة وااربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر اتناشر تبعتاشر خمستاشر هه تسعتاشر عشرين دابل بونت من خمسة وستة وتمانية وتسعة اتناشر واحدة وتناشر واحدة وخمستاشر يلا نشوف واحد تلاتة يبقى كده اربعة خمسة ستة تمام؟ سبعة تمانية تسعة حلو عشرة احداشر اتناشر اهو تحتاشر بعتاشر مستاشر تمام ستاشر ايه سوري اه اربعة كماني بقى كده ايه تسعتاشر عشرين يبقى كده احنا كتبنا ايه الاراكيدونيك طيب احنا كده اخدنا ايه اخدنا ايه اخدنا الفاتي اسد اخدنا اكوردنج دابل بونت النمبر of a of double point saturated و a and saturated صحي كده طيب ساتيوريتد فيها مافيهاش double point insatur rendered فيها ممكن تكون mono ممكن تكون in budly اعرف نidezها بتتكتب لأ اغط نشوف يعني ايه البوسيشن بتاعة الدبل بونت. تمام? بص بقى احنا قبل ما نبدأ نعرف البوسيشن بتاعة الدبل بونت فاحنا لازم نعرف ايه المسميات بتاعة الكربونات تمام? فدوقتي انا مثلا لو عندي سي او او اتش خلاص. وعندي سي اتش او اه احنا عارفين احنا في الاول بنقول سي او او اتش اللي هو مين اللي هو الكربوليك اسد تمام? الاخيرة احنا بننهيها بايه? بسي اتش ثري صحي كده? فاحنا لو اعتبرنا احنا عندنا مثلا تلاتة من السي اتش تو في النص فاحنا عندنا البداية كده كده سي او اتش تمام? والنهاية سي اتش ثري صحي كده? طيب احنا بنسميهم ايه بقى? انا بسمي الاولى ديت سيبك من الكربونا الاولى. الكربونا الاولى اللي جانب الكربوليك اسد بسميها الفة. بعد كده بنسميها بيتا. الاخيرة بقى سي اتش ثري بنسميها اوميجا. اما الكربوليك اسد دي بنسميها بنسميها دلتا. لبا دي المصطلحات بتاعتي. فشان كده مثلا لو انا عندي اآآ مثلا مثلا الكربونا ديت ممسك فيها بتنجان. تمام? فانا بسميه ايه? فاتي اسد. على اسد على اسد على اسد بقى اسمي الفاتي اسد الفة بتنجان مش هقول بقى تا الكربونة التانية بتنجان لو البتنجان مسك في بيتا فبسميها ايه فاتي اسد بيتا بتنجان خلاص طيب نسيبنا من البتنجان ده الفكرة بقى ان انا مسلا لو عندي دابل بونت هنا ماشي فبقول ايه انا عندي دابل بونت اوميجا اتنين يبقى انت بتيجي من الامجا الهان هنا وتعد واحد اتنين اه يبقى هي موجودة في اتنين الطابل بونت طب لو احنا بقى قررنا من العكس هسميها دلتا واحد اتنين تلاتة يبقى دلتا تلاتة يبقى الدبل بونت لو هنقرأ من هنا بسميها دلتا تلاتة لو من هنا بسميها اوميجا اتنين فهي دي الفكرة بقى خلاص ان احنا بنمي مش بقى ايه هو بقى في الكتاب اقل لك على الأوميجا بدلا ما قولك بقى أن هي بين الكربونة التسعة والعشرة بين الكربونة الـ 11 والـ 12 فهو بدلا ما يعود يقولك كده فبيقولك إيه أوميجا أربعة أوميجا تلاتة طب تعالوا بقى نطبق كده على الأمثال اللي احنا كنا كبينها قبل كده ونسميها نشوف هي أوميجا إيه دلوقتي ده اللي احنا كنا لسه كبينه اللينوليك واللينولينك تمام؟ طيب نجد قلم السود ديت بنسميها الدبل بوند موجودة في أوميجا كامل واحد أربعة يبقى كده خمسة يبقى أوميجا ستة الكربونة الستة من الأوميجا معايا؟ طيب يبقى دي أول دبل يبقى ديت أول دبل بوند موجودة أوميجا ستة ماشي؟ طب اللينولينك واحد اتنين تلاتة يبقى أوميجا تلاتة خلاص؟ سهلة؟ سهلة فده على حسب ايه؟ البوستيشن بتاعتي تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا أكوردين للدبل بوند كلها عرفنا النومبر أو دبل بوند ساتويتيت وأنساتويتيت والبوستيشن بتاعة الدبل بوند موجودة فينا على حسب الأوميجا أو التلتة يعني ماشي هش كده حتى في الكتابة لون نومبر أو دبل بوند مش عملينها زي بقى من تسعة لعشرة أو من خمسة لا بيقول لك أوميجا خمسة أو أوميجا ستة ماشي فالأول نحن نحفظها هي بين كذا وبين كذا الأول وبعد كذا نبقى نعرف الأوميجا دي سهلة طيب يعني إيه بقى أكوردينج للتشين لينجز بتاعتي هو على حسب عدد الكربونوت خلاص إنه هو بيكون أول حاجة شورت بين الاثنين لعشرة كربونة أما بالنسبة للونج فهو بأنه هو أكتر من عشر فده سهل اللي بقى يعني إيه عزيزة ورقة الوقت يبقى بكل بساطة أنا مثلا إيه عندي الشورت هو إيه هو بتكون من اثنين لعشرة كربون فأي مثال بقى يعني إنت مش هزم تحفظ الأمثال الموجودة عندك في الكتاب يعني أول حاجة هي الأساتيك أسد ماشي إن الأساتيك أسد ديت كم كربونة هي اتنين فCOH هي CH3 وخلاص تمام كده طيب تاني واحدة هي إيه هي عبارة مثلا البروبيونيك أسد البروبيونيك أسد ديت هي إيه هي تلات كربونات يبقى COH CH2 CH3 مش هنوعب بقى نضرب في النص ديت لشان هي قصة ثلاثة تمام ممكن مثلا بيوتريك أسد اللي احنا استاخدنا اللي هي أربعة كربونات تمام يبقى أي حاجة تحت العشر طيب عما بالنسبة اللي فوق العشرة والله حرم إن إحنا نكتبها يعني وإحنا كل الأمثال اللي إحنا رسألنا اكتب أي مثال بقى اكتب بالميتك أسد اكتب ستيريك أسد أركيديك أسد أي حاجة كل دولات فوق العشرة كربونات يبقى ده بالنسبة لإيه بقى ده بالنسبة للأكوردنج للتشين لينج خلاص طيب آخر حاجة عندي في فاتي أسد هي عبارة نيتوشنال فالي استينشيل يعني مهم يكون موجود في الأكل تمام والن استينشيل مش مهم إنه يكون موجود في الأكل تمام طيب طيب ممكن يعني الاستينشيل ده اللي بيكون موجود في الأكل بيتحول جوا جسم الن استينشيل آه طيب تعال نشوف بقى إيه الحوار ده هتلاقي بقى جملة عندك كده اسمها إيه؟ اسمها الان ساتيوريتد ماشي؟ عبارة إن هي نان استينشيل مختص كمان اللي هي مونو طيب يعني إيه كلمة نان استينشيل نان استينشيل يعني مش بتحتاجها مش بتاكلها يعني مش موجودة في الضايت لكنها بت ايه؟ بتتصنع في الجسم ازاي بتتصنع في الجسم؟ بصي دلوقتي احنا عندنا حاجة زي بالميتك أسد ايه بالميتك أسد ده؟ بنراحة كده لحد ما نحفظ بالميتك أسد دوت ساتيوريتد عبارة إن هو ستاشر كربونا وهو ايه؟ وهو ساتيوريتد البالميتك أسد ده احنا بنلاقيه موجود في الأنيمل والبلانت أويل في الزيوت النباتية أو الزيوت بتاعة الحيوانات خلاص؟ عندي بقى واحد تاني اسمه ايه؟ اسمه بال صحي كده؟ بالميتك أسد ايه بالميتك أسد ده؟ ده كان عبارة برضو إن هو ستاشر كربونا لكن عبارة إن هو ايه؟ ان ساتيوريتد أو مولو ان ساتيوريتد ده مش موجود في الأكل يبقى فيش أكل فيه حاجة اسمه بالميتوليك أسد لكن ده إحنا لما مناكل البالميتك أسد بيتحول في جسم بالميتوليك أسد طيب بيتحول إزاي؟ عن طريق إنزيم تمام؟ اسمه دي ساتيوريز والله الاسم ده متوقع قبل ما أقوله دي يعني بنشيل زي ما اتفقنا في شابتر الإنزيم دي يعني بنشيل ساتيوريز يعني بنشيل الساتيوريشن يعني خلاص؟ وعندك بقى مثال تاني زي مين؟ زي الاستيريك الاستيريك اللي بتحول لأوليك ما هي نفس الفكر؟ الاستيريك ده 18 كربونا نقولك ده برضو 18 كربونا لكن ده ساتيوريتد أو ساتيوريتد عن طريق دي ساتيوريت يبقى إحنا كده خلاص فهمنا يعني إيه السينشيل يعني نون انسيشيل هيطلع بقى نوع عندي تاني اسمه كونديشنال على حسب الحالة يعني إيه على حسب الحالة؟ يعني مثلا هو بيكون نون اسينشيل يعني بتصنع في الجسم عن طريق عن طريق مادة تاني مثلا زي الأركيدونيك أسد الأركيدونيك أسد هو نون اسينشيل ممكن أنا آكل أكل فيه اللينوليك أسد فبيتحول في جسمي لأركيدونيك أسد تمام كده؟ طيب إنت بقى بيبقى كونديشن هو اسينشيل لازم آكل أكل أو لازم ياخد حوله فيه أركيدونيك أسد والله بيكون اسينشيل لما بيكون الأكل مفهوش لنوليك أسد أو ممكن يكون الشخص دوت عنده كورونيك ليفر ديسيز يبقى هو بالتالي مش عارف يصنعه في الجسم فبالتالي أنا ساعتها أقول لأ ده هو لازم يكون اسينشيل هو لازم يكون موجوده لأكل فده معنى التلات مستلحات كده الفيديو بقى كويل قوي فأنا هنازل الفيديو تاني أكمل به يعني الجزء بتاع الكيميستوري بتاع الليب تمام؟ أتمنى تكون مفحبته